وبعد خمس وثلاثين حضر يعني من مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أتم خمس وثلاثين سنة حصل أن أهل مكة أرادوا بناء مكة بناء الكعبة واختلفوا في وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة وكادوا اقتتلوا ثم اتفقوا على أن يحكموا من يدخل عليهم فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قدّل الله سبحانه وتعالى فرضوا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الرداء وضع فيه الحجر وأمسك كل قبيلة من طرف ثم عندما قربوه من مكانه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف عليه الصلاة والسلام ونال هذا الفضل عليه الصلاة والسلام هذا قبل البعثة عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأمين الصادق عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الحقوق بالأمانة بكذا عرفوا وشهدوا له بهذا